اشتركوا في القناة انها البردة كثيرا ما سمع هذا الاسم بين المتأدبين والشعراء والنقاد والمتصوفة وحتى الدارسين والباحثين وعامة المثقفين بل حتى لدى كثير من الاميين وكثيرا ما ينصرف اسم البردة الى البردة التي نظمها الامام البوسيري رحمه الله ولكن الحقيقة ان البردة اطلقت اول ما اطلقت على قصيدة نظمت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والاعتذار اليه من قبل شاعر كان قد ناوى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء مسلما تائبا ومدحه في حذرته واعطاه بردته ترى ما قصة هذه القصيدة من صاحبها وكيف نظمها البردة تشيع بين المؤرخين للأدب وللتراجم الشعراء ان كعب ابن زهير زهير ابن ابي سلمة الشاعر الجاهلي المعروف صاحب المعلقة له ولد اسمه زهير اسمه كعب وكان ايضا شاعرا ولما انتشر الاسلام ابا ان يسلم وكان له اخ اسمه بوجير اسلم ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولكن كعبا ابا الاسلام بل تورط في ان هجى النبي صلى الله عليه وسلم وهجى المسلمين واستفى مع الكفار المشركين في ذلك الوقت ولما كان فتح مكة امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن جميع من عاد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف اذهبوا فانتم الطلقاء الا نفرا يسيرا من الناس ممن كانت لهم كان لهم شطط ومبالغة في العداوة اربعة او خمسة منهم كعب بن زهير ففر وهرب ولكن اخاه بوجيرا راسله وبعث له يستأمنه ويقول له يا كعب يا كعب ان لك عقلا وان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن من جاءه مسلما تائبا فانجو بنفسك تعالى الى النبي فانه سيعفو عنك ولكن زهيرا بدأ يستشير الناس ومضى هائما على وجهه بين القبائل ولكن كل قبيلة يذهب اليها ترفضه لانه بعد الفتح سيطر المسلمون على اغلب شبه الجزيرة العربية ودان اغلب العرب للإسلام ومن لم يسلم بقي خائفا يترقب من هذا المولود الجديد فكان كلما ذهب كعب الى مكان رفضوه وتكلم هو عن ذلك في قصيدته البردة تكلم عن ذلك ووصف حاله وهلعه وخوفه ولم يجد ملجأا يذهب اليه فقد ذاقت به الدنيا بما رحبت ولكنه في يوم من الايام قرر ان يأتي الى المدينة فقد تذكر صاحبا له يعرفه وكان هذا الصاحب مسلما وقيل انه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه في بعض الروايات فجاءه وقال له انني اريد ان اسلم ولكنني اخشى ان يقتلني محمد فاستأمن لي عنده فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل من جاءه تائبا فبات عنده وفي الصباح عند الفجر قال له بعد الصلاة اذهب واجلس عنده وعرفه بنفسك واعلن توبتك واسلامك فانه سيسامحك وسيعفو عنك وفعلا بعد الصلاة جاء كعب وهو متلثم لان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه تلثم وبعد ان سلم المسلمون جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند ركبتيه وامسك بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو قلت لك ان كعبا جاء مسلما تائبا اتعفو عنه قال نعم فحصر اللثام عن وجهه وقال له انا كعب ثم بدأ ينشد قصيدته الشهيرة في وصف حاله وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن المسلمين ومدحهم وكالعادة عادة الشعراء في ذلك الوقت كانوا يبدأون قصائدهم بالغزل فبدأ قصيدته بالبيت المشهور الذي يحفظه اكثر المتأدبين والمشتغلين بالشعر بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول واكثر من عشرين او خمسة وعشرين بيتا كلها في الغزل وفي وصف صاحبته ثم يتحدث عن سفره وعن خوفه بين الناس وكيف كان قلقا مهموما وعن الرعب الذي كان يسكن قلبه من وعيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصف وتحدث عن ناقته وكيف كانت تجري به هائما حتى اوصلته الى المدينة وبعدها يصل الى مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيها مثلا فقلت خلوا سبيلي لا ابا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول وكل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على الالة حدباء محمول انبئت ان رسول الله اوعدنا والعفو عند رسول الله مأمول وقد اتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مأمول وفي رواية والعذر عند رسول الله مقبول مهلا هداك الذي اعطاك نافلة القرآن فيها مواعيض وتفصيل ثم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ان الرسول لا نور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول هذه القصيدة الجميلة في الحديث عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم وعن مدح المسلمين وهي طويلة بلغت حوالي اكثر من ستين بيتا تقريبا في اغلب الروايات عند ذلك نزع النبي عليه الصلاة والسلام البردة التي كان يلبسها واعطاها لكعب اعجابا به وتشجيعا له على اسلامه وكانت جائزة عظيمة ان تهدى له بردة النبي عليه الصلاة والسلام وبقيت معه ومع اول احفاده فيما بعد كما تقول الكتب حتى جاء معاوية بن ابي سفيان وصار خليفة فاشتراها من احفاده وصار الخلفاء في بني امية يلبسونها الواحد تلو الاخر ثم بن العباس وقيل ان المغول بعد ان دخلوا بغداد احرقوها وقيل انها لم تحرق وهي موجودة اليوم في بعض متاحف في استنبول طبعا هذه قصة قصيدة البردة لكعبي بن زهير العبسي والبوسيري نسج البردة قصيدة رائعة ايضا ممكن ان نتحدث عنها في مواعد وفي حلقات سابقة ان شاء الله واحمد شوقي ايضا نظم قصيدة سماها نهج البردة وهي من عيون الشعر العربي التي قيلت في ذلك وكل هؤلاء الشعراء تباروا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي القصيدة الجميلة الرائعة قصيدة البردة وقصتها قصة البردة لكعبي بن زهير السلام عليكم اشتركوا في القناة